مساء الخير حبايبي كيفكم شو اخباركم ان شاء الله الحبايب الكل بخير حبايبي اليوم الوصفة طبعتي على قناة القناة مملكة الفنون والتجميل رح تكون للشعر رائعة جدا للشعر حبايبي كل اخد تعاني من الصلع في مقدمة الرأس او يعني من اقوله الصلع مش الورا فيه بس اللي من وراء يعني امراض او حبوب الضغط او هاي بعدين نشرح عشان عنا شعل هسا التليفون بيدي هذه الطريقة حبايبي رائعة جدا الزيل الصلع في مقدمة الرأس عند الرجال وعند النساء اذا استمرين عليها يوميا راح اعطي لكم طريقتين راح احكي لكم شو هي الطريقة اللي راح اطلع الشعر ان شاء الله مية بالمية طبعا انا اليوم ما عندي صلع زين هو شعر الحمدلله وشكرا كويس بس دايما احب بحافظ عليه اليوم حبيت انا هاي الشغلة لازمتوا تساووها يوميا لو عدكم تساقط بغزارة شعر خفيف شعر ما بيطول بسرعة زين راح نستعمل القشور البصل وماء البصل اللي زي ما انتوا شايفين انا هون جمعت كل قشور البصل اللي عندي طيب غصلتها بسرعة بالمي وحطيتها بتغلي وماء راس بصل هيك طلعوا سبتة يعني بستغنى عنا ما عندي مشكلة بس المهم استفاد من الشعر خليتها شون نقول يغلي كتير كويس هس راح اشرح لكم شور راح استعمله للشعر طبعا انا اليوم شو سويت انا اليوم دايما انا بستغل الشغلات اللي اسويها مثلا سويت قشور بطاطا كثيرا ما بكبها اكون غسلة البطاطا كويس قبل ما اقشرها بعدين بس اقشرها بجيبها البطاطا وبغليها وبستعملها على شعر رائع جدا كمان للشعر لان القشور البطاطا اول اشي تصبغ الشعر وبنفس الوقت اللي في عندها اي اخت ما بتصبغ الشيب اللي يعني شون نقول بالاربعينات والخمسينات ما رح يصبغ اللي بتقولك وانا واحدة منهم بكذب عليكي هذا ما بيصبغ الشيب المبكر اللي من اقول مبكر في خوات يطلع شيب عندهم هي عمرها عشرين سنة وانا طمانتاشر سنة هيك بيكون هادا بيعالجة لانا يكون هادا سبب احباي بي نقص فيتامينات هاي تتعالج وان شاء الله ترجع الصبغة اللي تصبغ الشعر يكون هاي داخلية فترجع شوية شوية وتتعالج اما انا شخصيا فاحبه مو اصبغ الشيب لانا ولا ممكن حتى الحنة وسبق وقتبكم الحنة كتير كويسة وكتير منيعة وحبيت انا اجعلها بس صراحة سو اجربتها على جارتي هي الحنة صراحة تصبغ لون الشعر كتير حلو بس الشيبه انا ما وصلت لحد هس الحل انه اقتناع فيه لانا تصبغ الشيبه برتقالي واذا بدي استعملها رح استعملها يوميا يعني صعبة كمان في الحنة اوكي كتير كويسة بس اذا تستعمل كل ثلاث ايام كل اربع ايام فيه انا بالنسبة الي تسويلي شعري حشن طيف فما ما باقدر انا جربت زمان وهس ما باقدر فانا هون شو باستعمل باستعملت اليوم البصل ماء البصل وهيني صبيته وحبيته هون شو راح اصوي وراح احكي لكم الطريقة اللي اكون صادقة معاكم الطريقة اللي تمنع الصلع واذا فيه صلع او فراغات كثيرة بالشعر راح تستعمل واذا اليوم سويت الدومة العلاقة فسويت احنا لطبيعتنا سوي بصال كثير فسويت واحنا العيلة يعني عندي تحب البصل تحت احطها بتحت القنجرة هو واللحمة فشو يا حبايبي سويت غلاتها وانا اليوم اريد اتحمل فاغلات واريد هسا احطها على فروة رأسي كلها اخليه كلها اخسل شعري فيه والفة متل كتاعة واسيبة حد ما ينشفه دخولها تحمل هاي الطريقة رائع رائع جدا حتى اذا كانت قدك بنتك صغيرة ابدي فيها وحتى لو عمرها سنتين ما البصل هاي الطريقة ولا اروع منها بالنسبة لتعزيز الشعر بيقوي البصيلات ويعزز الدورة الدموية اللي تحت الجلد حبايبي وتغذي فروة الرأس كمان تغذية كتير عميقة وهي تعزز بصيلات الشعر وتحسن من نمو الشعر عند الكبار وعند الزغار وبنفس الوقت تعطي صحة لفروة الرأس وتقلل من الالتهابات في فروة الرأس منع القشرة ومنع ظهور الشيب لانها تحتوي على انزيم مضاد للاكزيد كمان حبايبي تمنع ظهور الشيب المبكر تحمي الشعر من العدوة الفطريات والبكتيريا ترطب فروة الرأس حبايبي وتحمي الشعر من الجفاف وتحسن صحة البصيلات الشعر وتغذي فروة الرأس لان فيها عناصر غذائية مثل المعادن حبايبي تحتاجها فروة الرأس عصير البصيل حبايبي في حالتين الحالة الاولى الخواهات اللي عندك كثير كثير عندك تساقط بشعرك وغزارة بالتساقط وبنفس الوقت عندك بمنطقة مقدمة الرأس تقدرين حتى لو كان عمرك خمسين ستين سنة تقومين هذه الحالة وتنشطين الدورة الدموية في فروة الرأس يوميا زين ظلي المدة هستونة يعني بعدها بالصير يعني لسه حلحك تقدرين المدة شهرين ثلاث أشهر تقدرين هذا طبعا ما فيه حتى نكون صادقة معاكم وذيك الريحة الكثير قوية مال البصل تحطي بخاخ ويوميا تبخي على فروة رأسك وبدون ما تغسلي خليه ينشف إذا انت قادرين ما قادرين يوميا نسوي بقاد هاي الكاسة وحطيها على فروة الرأس تبعتك مع تدليك الفروة الرأس كثير كويس وخلي على الشعر كله بالكامل وبعدها لفيه شعرك بالكعكة وما فيه مثل الكعكة يعني مثل الكوبة وما فيه إذا حاب تحطينا على كيس حطي إذا ما حاب سيبي هك يعني شون نقول ينشف أنا بالنسبة إلي بسوي هاي الطريقة وألف شعري بالبشكير بالخاوي باللغة العراقية زين ألف الشعري وأسيبه ببشكير بالشريط أي إشي أنتوا تقدرون تسويه واسيبه زين نصف ساعة ساعة وطب أتحمل هاي الطريقة رائعة جدا لو سويتيها يوميا أو بين يوم ويوم أو بالسبوع ثلاث مرات عندك تساقط كثير قوي سويها ولو بين يوم ويوم رائعة جدا حبايبي للشعر عندك حبايبي للتساقط هذه الطريقة للتساقط وبنفس الوقت يعزز نمو الشعر عندك كثير فراغات بالرأس كيف راح تتعاملين بهذه الطريقة هذه الطريقة لازم في ريحة أنا بحكي لكم في ريحة وكل من متغسلين شارك تطلع ريحة وكل من ما تعرجين بتحسين في ريحة بس يا أختي أنا والله مستعدة أحط الريحة طيب على شعري وتطلع عندي ريحة وما مستعدة أبين صلعة قدام زوجي وأولادي هاي الشغلة الصراحة أنا أنا نفسيا أتعب حتى لو هم يتحملوني بهذا الشكل بس أنا نفسي تتعب أنا ما بقدر بعد يوقف قدام المراي وتطلع عني شارك وكنا إن شاء الله بعيد الشارع عنكم يا ربي ما نوصل لهذا الحد فشو راح تسوني؟ تخضير رأس بصل كامل تخضير رأس بصل كامل زي هيك بس أكبر وتقطعي طبعا بعد ما تقشري تقطعي إلى هيك قطع صغيرة بعدها حبيبتي شو بتعملي؟ بعدها أخلطي بالخلاط وبعدها صفي تماما أخذي بس المي بس أخدت المي شو راح تسوين بهاي الحالة؟ أخذنا بس المي أحط عليه قليل من عشان إذا ما بدنا فروة الرأس تبعتكم أكو خوخوات من يحطوه مباشرة تلتب أنا بالنسبة إذي ما بتلتب ممكن يحطين قليل من زيت الخروة إن شاء الله ما مكتوب علي مو مشكلة كاستر اويل اللي هو زيت الخروة تحطي لك ملعقة أكل أو ملعقة صغيرة من زيت الخروة معها تحطين ملعقة أكل أو وسط من زيت جوز الهند وكلها راح نخلطها هيك مع بعض خلطنا كلها هيك مع بعض بعدها شو أخذنا بعد ما حبايبي خلطنا حطينا زيت الخروة معا ملعقة وسط حعيد أخذنا ماء البصل ماء البصل أخذي الكمية اللي أنت تكفيه فروة الرأس يعني نقول فنجان نقول مثلا فنجان شو راح نسوين حطي معا ملعقة وسط من زيت الخروة وحطي معا ملعقة أكل من زيت جوز الهند هذا كلها مع بعض أخلطي بعدين كلها هيك مع بعض وحطي أفركي في فروة الرأس تبعتك إذا ضل منها تقدرين تستعمليه ثاني يوم هاي الطريقة ما بتضل عندك المدة أسبوع لا ثلاث أيام تقدرين تستعمليها العيدها صلع كتير قوي استعمليها يوميا خلال شهرين إن شاء الله أو ثلاثة راح تاخذي النتيجة كتير حلوة رائعة جدا راح تاخذيها النتيجة أختي العزيزة أما أنا اليوم راح استعمل هاي الطريقة هيك ممكن تخليين بس هيك الماء البصل بس هيك على شارك ممكن حبايبي تخليين زي ما حكيتمكم زيت الخروة مع زيت جوز الهند ما عندك زيت جوز الهند ممكن تحطين أي زيت انت تستعمليه الشارك معه إذا حابت ممكن بس الماء البصل وكمان دلكي فروة الرأس تبعتك وكل المناطق الخفيفة وبعدين لفي شارك وتركيب مؤقل كمان من نصف ساعة أو ساعة طبعا ماء البصل هذا إذا خلطتي هيك هيك خلطتي وخدتي بس ماء البصل هذا يعالج الصلع حبايبي أول ما تنصابين بالصلع تقدرين تعالجيه زين مو صلع يعني شون نقول اللي كل وراثي يعني ومدة طويلة صالة لا بلش شارك في الساقط وبلشت قدك فراغات وبلشت هيك ابنك كمان حاولي أكيد إن شاء الله إن شاء الله تاخذين نتيجة أي أخوت مصابة بالثعلبة كمان أخوها أخوتها زوجها هاي تقدرين تستعملها اللي إذا كانت باللحية أو كانت بالشعر ماء البصل هو واحدة إذا فرقتيه كتير كويس أو ماء الزنجبيل أو الثومة كمان كتير منيحة هذا هو اليوم الفيديو حبايبي تبعتي أتمنى طبعا قديش حبايبي الماء البصل تقدرين تسوي كمية كتير كبيرة وتحطيها بالثلاجة وتستعملها لمدة أسبوع ما في أي مشكلة حبايبي بالنسبة لهذا الماء البصل إذا سويته قديش تخليه بشارك ممكن تخليه عشرين دقيقة وممكن تخليه ساعة ما في أي مشكلة حبايبي هذا هو اليوم الفيديو حبايبي تبعتي أتمنى أنه ينال أرض الجميع وأتمنى منكم أنكم تعملونا لايك وشير واشتراك ودائما حبايبي تفعلوني الجرس عشان يوصلكم من عندنا كل جديد ومع السلامة ترجمة نانسي قنقر